اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وما لا يقل عن تسعتاشر مباراة افريقية للنادي الاهلي هذا المسم فقط فمسم الحمد لله انتهى بنجاح كبير جدا والاهلي قدر يكلل كل هذه المجهودات بنجاح كبير سواء على الصعيد الفني بالفوز بدوري عبطال افريقيا والوصول للسيميفاينال في السوبرليج او حتى على صعيد الارقام والمكافئات المالية من المشاركة في التلات بطوات الافريقية تحت مظلة الاتحاد الافريقي وايضا الاتحاد الدول من اليوم اكيد عندنا كلام كتير جدا متعلق بمنتخبنا الوطني الاجندة الدولية اللي جاية كلام كتير بقى على الشأن المحلي عندنا كلام كتير بيتقال في الشأن المحلي خلال الفترة جاء لان بعد الاجندة الدولية عندنا تسعة مباراة في اقل من شهر في مباراة الدوري العام حلقة كالعادة هيكون فيها كوليس وتفاصيل مهمة ولكن عشان نبدأ حلقتنا بسرعة نروح لسؤال حلقة النهاردة كما هو المعتاد وسؤال النهاردة عايز اسأل حضراتكم ما هو افضل هدف سجلوا الاهلي في مشوار بطولة دوري ابطال افريقيا هذا الموسم تقدروا تشاركوا معنا في الاجابة على السؤال وكل واحد يقول من وجهة نظره افضل هدف سجلوا الاهلي في دور الابطال والاهداف كثيرة وعديدة سلاسية في مازمبي هدف البطولة في الترجي هدف في سنبا التنزاني مباراة مع شباب برزداد الجزائري مباراة عديدة وقوية مع افضل الاندية الافريقية في بطولة دوري ابطال هذا الموسم جاوب على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وهستعرض اكبر قدر من اراكم في الجزء الاخير من برنامج التريند لكن نروح دلوقتي لاهم العنوان البداية في تريند الاهلي الفريق يستغل التوقف الدولي في تجهيز المصابين وفي التريند المحلي معسقر المنتخب ينطلق اليوم استعدادا لتصفيات المونديال واخيرا صلاح ينضم لمعسقر المنتخب 3 يونيو نروح لاستعرض مباراة اليوم والنهاردة انطلاقة كأس مصر للموسم الجديد النهاردة اولى المباريات في دور الـ 32 خاصة بعد تأجيل مباريات الاهلي والزمالك والفيرامتس النهاردة في 3 مباريات في هذه اللحظات وارم معكم على الهواء مباشرة في مباراة بين سيراميكا كيليو باترا مع فريق مكادي والتعادل السلبي بين الفريقين مازالة سفر سفر ساعة تمانية سموحة هيصديف لفيينة وزد هيصديف الداخلية دي مباريات اليوم في اولى انطلاق مباريات بطولة كأس مصر في دور الـ 32 بطولة موافقة بإذن الله للجميع الاهلي هو حامل اللقب وان شاء الله بداية وانطلاقة قواني الاهلي في الفترة اللي جايه نخرج الان الى فاصل ثم نواصل الايام الاخيرة يمكن لفت انتباهي في جدل تحكيمي كبير على مباراة الاهلي والترجي في اياب الدور النهائي لدور ابطال افريقيا جدل تحكيمي انا شايفه مصنوع ليه مصنوع لانه مهما اختلفت القراءة التحكمية وده وارد حتى يحصل في اي مكان في العالم وفي اي مباراة عمر الجدل التحكيمي ما يكون كبير او كده الا ما يكون في لعبة شبيهة مثلا بلعبة لمسة اليد على انرامو في مباراة الاهلي والترجي في تونيس عام 2011 في دور ابطال افريقيا المباراة اللي كان بيدر الحكم الغاني لمبتي وهذا الحكم بعد فترة تم شطبه من سجلات التحكيم لوقائع فساد دي اللعبة اللي ممكن نتكلم عليها خمسين سنة ممكن نتكلم عليها مئة سنة ما فيهاش نقاش لكن المباراة الاهلي والترجي الاخيرة مش محتاجة اي جدل التحكيم اه انا متفاهم ومن خلال متابعتنا للسوشيال ميديا يمكن انا وكرول عمل عدنا يومين ثلاثة بنتابع اللي بيكتب في السوشيال ميديا على موضوع الجدل التحكيم عشان نطلع النهاردة نوضح شوية مفاهيم كده ونقرد حاجات اعتقدها هتكون القول الفصل لان الزملاء في تونس بعد المباراة قفلوا الموضوع ولا تكلموا على التحكيم ولا جابوا سرطة التحكيم حتى البيان اللي صدر من ادارة الترجي التونسي كان بيان محترم جدا بيوضح لجماهيره واعلامه في تونس الحضور الجماهيري كان ازاي ومقربش تماما من الجانب التحكيمي لان التحكيم في المهازين المباراة لم يظلم الترجي التونسي اطلاقا ولكن الناس عملت جدل تحكيمي ليه؟ لان ظهر رأي للحكم الدولي السابق الكابتن جهاد جريشا بيقول ان الكورة اللي كان في نص الملعب اللي كان فيها اصابة قوية جدا اللي ما رأنا اعطيها من اللاعب اهولو اللاعب فريق الترجي لا تستحق كارتة احمر عكس كل خبراء التحكيمي اللي قالت تستحق كارتة احمر جدل تحكيمي كمان على لعبة امام عشور وتقال اصل فيه لمسة يده وبالتالي دي ضربة جزاء فبالتالي كابتن جهاد قال كده وكل خبراء التحكيم قاله وعكس كده فاتاخد رأي كابتن جهاد جريشا وتبنى عليه سيناريو وسكريبت ان الترجي اتظلم في هذه المباراة طبعا ادي اول صورة معانا للعبة مروان عاطية واللعب التجولي اهولو لعب خط الوسط واللي خد فيها انظاره كان الفار المفروض يتدخل في هذه اللعب ودي كارتة احمر واضحة جدا ان هنا الرجل يعني الستارز مش على الستارز لا ده ستارز لاعب الترجي بالاسلحة بتاعت الستارز دخلة في الانكل بتاع رجل مروان عاطية كارتة احمر واضح جدا اللعبة دي لعبة كريم فؤاد لعب الكورة واكيد هو بلعب الكورة مش هيقطع رجليه عشان ما يخشش في لعبة الترجي هنا المفاهيم اتغيرت فلعب الكورة واكيد رجليه مكملة فبالتالي برضو مش ضرب الجزاء لعبة امام عشور لمسة اليد في مفاهيم يا جماعة اتغيرت في موضوع لمسة اليد عموما انا حتى النهاردة كنت بتكلم مع الكابتن جهاد جريشا واتكلمت عارف موضوع المفاهيم وهو عارف موضوع المفاهيم ولكن قلت له بص على اللعبة من تاني والاراء اللي انت كنت سمعتها ساعة المباراة على فكرة غيرت حتى في تونس والنهاردة انا استعرض مين يتكلم ومين قال ايه لكن في النهاية احنا متفقين على مفاهيم واحدة وواضحة ان لمس اليد اللي جات في ايد امام عشور تبقى للتوضيحات اللي بيصدرها الايفاف في الفترة الاخيرة لما الكرة بتيجي من لاعب زميلك وانت ايدك ما عملتش اكسترا حاجة حرقة اضافية في تكبير الجسم ما بتتحسبش لمسة يد ولا ضربة جزاء فما بالكو بقى ان الكرة جت في ايد مثلا امام عشور وهو ايده جوه جسمه وبعد كده بيحاول يبعد ايده عن لمسة اليد او عن الكرة فبالتالي هنا في جمع الحالات التحكمية اللعبة دي لا يعقب عليها اللعب عشان كده الفر ما تدخلش فيها بالاضافة بجمع كمان بقى معلومة اضافية ان الفر ما تدخلش لان كمان اللعبة اساسا ومكانها مش معروفة ان هي داخل منطقة الجزاء ولا خارج منطقة الجزاء فعموما في النهاية في مفاهيم اختلفت شوية في الفترة الاخيرة فلازم الناس تتابع وتتفرج وانا حتى اتكلمت مع كابتن جهاد تابع اللعبة وتفرج عليها مرة واثنين وثلاثة لان في ناس ممكن تاخد رأيك وتبني عليه سيناريوهات تانية خالص انا اقول لكم حاجة سريعة هنا من حوالي اسبوعين كان معنا كابتن تامير ضري محاضر فيفا طلع وتكلم ولما سألته فيه مفاهيم جديدة في قانون اللعبة قال لي فيه تفسيرات طلعت من الايفاب في موضوع لمس اليد وقال لمس اليد لما تيجي من زميلك لازم عشان تتحسب عليك لازم ايدك تكون مكبرة جسمك يعني تبقى كده مش تبقى كده ولا كده تبقى كده ارجع له سورة امام عشور وشوفه ايده كانت كده ولا كان بتتلم كده لما القرى جات في ايديه اعتقد الكلام واضح لكن لو رحت وسمعته في المغرب حكم الدولة كابتن مونير مبروك لو رحت تونس وسمعته الكابتن سعيد الكردي لو رحته قطر والقناة النقلة اللي كان عندها الحق وعملت الهايلايتز في برنامج القرى العربية كابتن تمام حمدون الكل بلا استثناء اجمع بلا استثناء ان هذه المباراة تحكميا الترجي لم يتعرض لأي قرار ظالد بل بالعكس كان في حاجة تانية تعالوا نسمع في السواني الصغيرة دي ولخص الحالات التحكمية في كم جملة قالها الكابتن تمام حمدون لان لسه عندي تعالي تاني بعد هذا الفيديو طيب هو في اخر عشر ثواني تمام حمدون بيتكلم على فكرة ان فريد ترجي التونسي في هذا المقطع وترجعوا لدولاتي موجودة على قناة الدور والكاس بيقول في هذا المقطع ان اخر عشر ثواني في الفيديو بيقول ان الاهلي والترجي في هذا اللقاء الحكم لم يؤثر بأي قرار على نتيجة المباراة لم يؤثر في أي قرار على نتيجة المباراة وقال كمان ان الترجي كان يستحق كرت أحمر نتيجة العرقلة او العنف اللي حصل من اللعب التجولي على مروان عطية في ملخص عشر ثواني قال كده في هذا المقطع اللي بقلوكم عليه اللي موجود في برنامج القرعة العربية واللي حلل بالصوت والصورة لان الهايلايتس موجودة عندهم كل الحالات التحكمية خمس دقيق كاملة ولكن اخر عشر ثواني حسم الموضوع بكلمتين الحكم لم يؤثر في نتيجة اللقاء بل بالعكس الترجي كان احد لاعبي يستحق كرت أحمر وطرد في منتصف الشوت الاول لا يوجد اي جدل تحكيمي بروباجندا على السوشيال ميديا انا شايفها يعني لا تقارن باللي حصل في ايد انرامو عام 2011 فاصل ثم نواصل ثاني بأكد لحضراتكم في حلقة يوم 29 ابريل كان معنا كابتن تامير دوري محاضر فيفا ومحاضر كاف ومعتمد من الاتحاد الدولي دمن ابرز 20 محاضر على مستوى العالم اكيد كان بيكلم وقتها على المفاهيم الجديدة اللي اصدرها الايفاف في مسألة لمس تليد واخدوا بالكو كمان لما الكرة بتيجي من لاعب للاعب زميلو بتختلف هنا الكرة جات منين لفين كرة من داخل منطقة الجزاء لخارج منطقة الجزاء وحركة الايد وحركة الجسم اللي كنت بأتكلم فيها كل دي مفاهيم مهمة جدا مهمة جدا يا جماعة واحنا بنتكلم في التحكيم لازم نكون متابعين ونشوف المفاهيم الجديدة ونشوف التوضحات اللي بيصدرها الاتحاد الدولي وبيصدرها كمان الايفاف لان التعليمات الجديدة دايما بيبقى فيه update ودايما بيبقى فيه تفاصيل جديدة الناس بتتكلم عليها وانا بأكد تاني نفس الجزئية الكرة لما بتيجي من لاعب وبتروح للاعب زميله وتيجي في ايدي لازم يكون فيه حرقة اضافية لازم تكون الحرقة الاضافية كمان مقبرة جسمه كل دي مفاهيم وكل دي تفاصيل مهمة جدا لازم الناس وهي بتتكلم عليها تاخد بالها من المعايير دي هو مش مسألة واحد زاد واحد يسوي اتنين ليه الايفاف بيطلع التوضحات دي الايفاف بيطلع التوضحات دي نتيجة ان دايما بيبقى فيه تساؤلات واستفسارات عديدة بتروح لمجلس الاتحاد الدولي نتيجة لعبات جدلية بتحصل في الدوريات في البطولات المجمعة ما بين بطولات اوروبية او بطولات افريقية او بطولات اسيوية دايما الايفاف بيكون حريص على التوضحات ليه حريص على التوضحات عشان دايما الناس تبقى عندها الجديد ودايما بيبقى فيه جروب خاص بالحكام اللي شاركوا في كاس العالم المحاضرين اللي موجودين في الفيفا عشان التعليمات دي توصل لكل الناس وانا فاكر وقتها في 29 اربعة سألت الكابتن تامر دوري هل التعليمات دي الناس في مصر بتشتغل بيها قال لي بتاخد وقت على ما بتوصل لان الناس هنا بتديش محاضرات وللأسف معظم الناس اللي بتطلع بدون ذكر اسمها عشان ما حركش حد مش واخد كورسات او واصل لليفل معين انه يبقى محاضر او خبير تحكيم والملف ده انا هتكلم عليه قريب جدا لان فيه كلام خطير جدا متعلق ان فيه ناس فيطلع في التحكيم ليسوا خبراء ليسوا خبراء عموما العشر ثواني اللي كلام تقو عليها مهم جدا برضو كنتعرضها لنرده معايا تعالوا نسمع ونشوف الكابتن تمام حمدون قال ايه في عشر ثواني لخص بيها الاداية التحكيمي في مطش الاهلي والترجي الحكم لم يؤثر على نتيجة المباراة نهائيا جميع قرارات الحكم بسلسنا حالة الطرد طبعا حالة الطرد كانت على لاعب الترجي لذلك لم تؤثر على نتيجة المباراة اعتقد عشر ثواني فيها ملخص لكل شيء الحكم لم يؤثر بل هناك كارتة احمر وطرد للاعب الترجي التنسي فاصل ثم نواصل من احد الاندية في الدور المصري مع محمد الشناوي بصراحة كانت بالنسبة لي لقطة غريبة جدا ومش في توقيتها ولا مكانها ولا ظروفها تسمع حتى اللي انت ممكن تتقبل او تسمع او ودنك ممكن تقرب من خبر زي ده بس على فكرة الجماهير اصبحت فاهمة وعارفة كويس جدا التفاصيل دي الهدف منها ايه وعايز افكركم بحاجة احنا قلناها في حلقة يوم ستة خمسة لاني اتكلمت بشكل واضح وصريح عن علاقة كولر مع اسماء لعيبة محددة كولر لما طلع بعد نهاية دورة ابطال افريقي اكد نفس الكلام اللي احنا قلناه مصطفى شبير حارس مارمان نادي الان لما طلع اكد نفس الكلام اللي احنا قلناه طب تعالوا نسمع ونشوف احنا يوم ستة خمسة عقب الفوز على مازنبي وعقب التأهل للنهاء الافريقي وقبل مبارتي الترجي التونسي الرسالة اللي وجهها برنامج الترند لجماهير النادي الان نسمع ونشوف لاني لسه عندي تعليق على هذا الكلام كولر ما عندوش مشكلة مع اي لاعب داخل صفوف النادي الاهلي تاني كولر ما عندوش مشكلة مع اي لاعب داخل صفوف النادي الاهلي اللاعب الجاهز والتشكيلة المناسبة لأي مباراة في الفترة الحالية هو المعيار الاول لاختيارات مرس الكولر لا في مشكلة مع الشناوي لا في مشكلة مع ياسر ابراهيم ولا في ازمة مصطنعة زادت عن الحد مع محمد مجد أفش الايام اللي جاية هتثبت لكم كيف يتعامل الجهاز الفني داخل الملعب مع كل هذه المهاطرات التي تصدر من خارج الملعب في بعض البرامج وفي بعض القنوات التي تسعى لاحداث الوقيعة داخل النادي الاهلي في ظل اقتراب الاهلي من مباراة تاريخية في نهاية دورة ابطال الافراق والنهاردة بعد واحد وعشرين يوم بالزبط الاسامي اللي انا ذكرتها في حلقة يوم ستة خمسة طلع مرس الكولر ويتكلم وقال ازاي كان دايما في اجتماعات مع اللعيبة وكل واحد عارف دوره ووقت المشاركة بتبقى امتى ومبارح مصطفى شبير طلع يتكلم على ان مرس الكولر قعد مع الشناوي ويتكلم وحدد مطش البلدية مصطفى يلعبه مباراة النهاية افريقية مصطفى يلعبه والشناوي ما عندوش مشكلة اتأكدتوا دلوقتي ان في البعض من البرامج والصفحات والقنوات اللي بتصدر حاجات عشان تعمل ازمة داخل فريق الكورة او ازمة بين اللاعبين ومدير الكورة او ازمة بين المدير الفني ومدير الكورة او ازمة بين مدير الكورة مع بعض الافراد داخل قطاع الكورة كان الهدف منها ايه؟ ان يبقى فيه بلبلة قبل مبارتي الترجي الحمد لله مرت المبارتين بسلام فاز الاهلي بدور ابطال افريقيا والايام عدت وخلال واحد وعشرين يوم الناس دلوقتي اتأكدت ان كل كلمة قلناها سمعوها وشافوها بالامر الواقع داخل الملعب افشا بعد الحلقة دي انضم القيمة الاهلي افشا بعد الحلقة دي لعب مبارتين مع الاهلي افشا كان خيار مهم جدا لمرس الكولر في نهاية افريقيا وكان على اعتب احراز هدف ثاني في مرمى الترجي عشان يبقى لاعب احراز هدفين مهمين في دورة ابطال افريقيا في نهايات في اقل من خمس سنين مطش في الزمالك وكان دولة العرضة او القائم كان ممكن يبقى هدف رائع جدا لمحمد مجد افشا لا فيه ازمات ولا فيه مشاكل بس فيه ناس بتصدر مشاكل باهداف احنا عارفنا وعايز افكر جمهور النادي الاهلي الفترة الحالية اخدوا بالكو كتير جدا من كدبين الزفة وانت في زفة دلوقتي وانت كاذبان واخد بطولة هتلاقي كدبين الزفة كتير ليه؟ اللي كان بيصدر لك مشاكل دلوقتي فرحان معاك وبتكلم على الانجاز لكن وقت ما بيكون داخل على مرحلة مهمة لا مش عايز لك فرحة وعايز صدر لك مشاكل كتيرة اعتقد بنسبة ده بالصوت والصورة فاصل ثم نواصل النهاردة معسقر منتخب مصر بدأ بشكل رسمي النهاردة 27 مايو استعلاد المباراتي ببركينا فاسو وغينيا الاستوائية او غينيا بيساو النهاردة المعسقر كان فيها 24 لاعب من ضمنهم بالتأكيد 10 لعيبة من النادي الاهلي على فكرة النهاردة فيه جلسة لكابتن حسام حسن مع لعيب الاهلي والزمالك غدا هيكون يوم استشفائي للفريق مش هيكون فيه تدريبات بدنية فيه تلات محترفين هينضم اليوم حمد فاتحي محمود حسن تريزيجي ومصطفى محمد محمد شريف هيصل يوم 29 خمسة ومحمد صلاح هيصل يوم 1 يونيو هينضم للمنتخب امتى لسه غير معلنة بس اعتقد حسب معلوماتي صلاح يوصل 1 ستة هينضم للمنتخب في بداية الاجندة يوم 3 ستة النهاردة زي اقول لحضراتكم فيه جلسة لكابتن حسام مع لعبي النادي الاهلي ولعبي نادي الزمالك مباراتين بوركينا فاسو وغينيا بيساو يوم 6 ويوم 10 يونيو كل التوفيلة منتخبنا ولعبي النادي الاهلي انضموا النهاردة حسب الاتفاق اللي تم ما بين الاهلي مع اتحاد الكرة وجهاز المنتخب نروح بسرعة للمشاركات والسؤال اللي طرحناه على كل السادة المشاهدين افضل هدف احراز الاهلي في دورة ابطال افريقيا هذا الموسيق نبدأ مع بعض من احد متابعي البرنامج جاباسم بيقول مساء الخير لنجمل الام شكرا جزيلا حضرك اتمنى تقرأ رسالتي اهل رسالة معنا اعتقد اجمل هدف هو هدف وسام ابو علي في مازنبي صناعة الاسطورة علي معلول نجري شوية في التعليقات عشان وقتنا ياسر بيقول هدف رمي ربيعة هدف البطولة مفيش افضل منه عشان فرحة البطولة ناخد رأيي تاني معنا سريع محمد عبد الرازي بيقول مساء الخير افضل هدف سجيله الاهلي في مشوار دور الابطال هو الهدف الثاني في اياب الدور قبل النهاء امام مازنبي هدف وسام ابو علي من صناعة معلول تحياتي لحضرتك هبا بتقول هدف رمي ربيعة في النهائي لنحق البطولة كان اخر حد متوقع ان رمي يحرز هدف وللأسف رمي تعرض لانتقادات كثيرة لكن ربنا انصفه وفرح جمهور الاهلي خدنا كده اراء بسرعة لكن طبعا انا شايف الاغلبية بتتكلم على هدف وسام ابو علي في مرمى مازنبي بتمريرة سحرية من عالم علول نتمناله الشفاء يا رب والعودة سريعا الى الملعب وقت الحلقة جري بسرعة معاكم كالعادة لكن في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا بإذن الله لقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء